موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التليغراف ومقال مراسل الشؤون الشرق أوسطية راف سانشيز بعنوان صفقة سوريا السورية السرية مع تنظيم الدولة الإسلامية للحفاظ على تدمر وقال كاتب المقال إن نحو 80% من الآثار في مدينة تدمر ما زالت في حالة جيدة إلا أن أعمال ترميم لبعض الآثار المتضررة ستحتاج لمدة خمس سنوات على الأقل وأضاف كاتب المقال إن المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم أكد أن نظام السوري عمل بشكل سري على إقناع تنظيم الدولة الإسلامية بعدم تدمير مدينة تدمر الأثارية ونقلا عن مأمون فإن نظام السوري عمل بشكل سري مع حوالي 45 إلى 50 شخصا داخل المدينة لإقناع التنظيم بعدم محو معالم تدمر الأثارية خلال سيطرتهم على المدينة التي استمرت نحو عشرة شهور وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية رأى أنه سيكون هناك ثورة ضدهم في حال دمر جميع الآثار في تدمر مشيرا إلى أن التنظيم لم يسرق أو يبيع أي من الآثار في تدمر ويعتقد عبد الكريم أن عملية الترميم للآثار في مدينة تدمر تحتاج إلى خمس سنوات في حال تلقت سوريا تمويلا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وختم كاتب المقال بالقول إن الجيش السوري منهمكم بتفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام التي زرعها التنظيم قبل إجباره على الانسحاب من المدينة التي احتلها لمدة عشرة شهور ونشرت صحيفة التايمز مقالا بعنوان أنا تنبأت وقال كاتب المقال إن دونالد ترامب الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخاب الرئاسي الأمريكي تنبأ بوقوع قيام تنظيم الدولة الإسلامية بهذا غير مقال لشيك ملزوق فيه؟ ونشرت صحيفة التايمز مقالا بعنوان أنا تنبأت وقال كاتب المقال إن دونالد ترامب الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية تنبأ بوقوع قيام تنظيم الدولة الإسلامية بهجمات بروكسل وأضف ترامب في تصريحاته أنه قل التعاون بين أعضاء الناتو بسبب الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجمات بروكسل وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه تنبأ بوقوع هجمات بروكسل وأضف أن الجميع يقول لي إنني كنت على حق فأنا أعرف الكثير عن أهالي بروكسل وأكثر مما يعرفونه عن أنفسهم وأردف ليس لدى البلجيكيين سيطرة على أنفسهم وهذه مشكلة حقيقية وقال كاتب المقال أن ترامب أكد خلال مقابلته على أن الولايات المتحدة يجب أن تسمح للا تسمح للمسلمين بدخول أراضيها وأن لا تستقبل أي من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم وبالانتقال إلى صحيفة دلي صباح نقرأ مقالة لإبراهيم كاليم بعنوان الخطاب المعادي للإسلام وخدمة الإرهاب أشار فيه الكاتب أن هجمات بروكسل بعد هجمات أنقرة إسطنبول يتابع الكاتب ثلاثة دروس رئيسية يمكن استنتاجها من الأعمال الوحشية والغادرة الأخيرة أولا استراتيجية مكافحة تنظيم الدولة تحتاج إلى مراجعة حيث فشلت الضربات الجوية لضرب أهداف إرهابية في سوريا والعراق وقد فشلت في ردع تنظيم الدولة عن تنفيذ هجمات إرهابية في سوريا وتركيا وأوروبا استمرار الحرب في سوريا يزيد تنظيم الدولة قوة وصلابة وإذا ما استمرت الحرب هناك فسيزداد تنظيم الدولة فتكا ووحشيا ثانيا لا يوجد إرهاب جيد وآخر سيء الإرهاب هو الإرهاب في كل مكان بغض النظر عن دوافعه العرقية أو الدينية أو السياسية حيث فشل الاتحاد الأوروبي في تعريفه وتصنيفه للإرهاب من خلال تعامله مع حزب العمال الكردستاني التعاون ضد الإرهاب في هذه المرحلة وتبادل المعلومات الاستخبارية هو الخطوة الأولى لمنع جراء مدامية في المستقبل ثالثا ردود الأفعال العنيفة ضد المسلمين بعد كل هجمة إرهابية تجعل الأمر لعبة في أيدي المتطرفين في البلدان الغربية كما أن هناك منظمات وأحزاب في أوروبا وأمريكا تستغل هذه الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية المسلمون العاديون هم المتضررون الأوائل الذين يكتوون بنار العنف والتطرف والعنصرية فهم ضحايا للإرهاب من جانبين الجانب الأول تعرضهم للقتل والتشريد المباشر من قبل تنظيم الدولة في العراق وسوريا أكثر من غيرهم ومن جهة أخرى تعرضهم للتشويه والأذية من قبل المنظمات والأحزاب المتطرفة في الغرب التي تقوم بذلك من أجل تحقيق مصالح سياسية رقيصة على حساب حقوق المسلمين وحرياتهم ويختم الكاتب بالقول إن إرهاب داعش وموجات الكراهية ضد المسلمين في الغرب تغذيان بعضيهما البعض ونقرأ في صحيفة الحياة اللندنية مقالا لمرزق الحلبي بعنوان لماذا لم تنتصر الثورة السورية بعد ادعى فيه الكاتب بأن الثورة كانت ستنتصر في نهاية عامها الثالث لو أنه تم تزويد الثوار بالأسلحة حتى في فصائلهم العلمانية المعتدلة فقط بمنظمتي سلاح متطورتين الأولى مضادة للدروع والثانية مضادة للطائرات وأيضا تلك المحمولة على الكتف لكن الغرب بقيادة الولايات المتحدة منع تسليح الثورة بهتين المنظمتين في إطار مناورة الولايات المتحدة لضبط نار الثورة وتكريسها خدمة لمصالحها في المنطقة وخارجها كما ادعى الكاتب بأن الغرب لو أرادوا القضاء على داعش فعلا أو منع تمددها إلى سوريا لفعلوا ذلك في غضون شهر أو شهرين على الأكثر لكن القوى الإقليمية استثمرت وجود داعش وناورت به وأولها النظام السوري الذي تفهم مع التنظيم في أكثر من مفصل وموقع خصوصا فيما يتصل بتسليمه حق النفط وغاز لاقتناء المازوت منها أو لجهة تشغيلها ككاسر لشوكة فصائل معارضة أخرى في مواقع التماسي القتالية الاستنتاج من المحورين الأنفين أن تقاطع منظومات المصالح في سوريا بين النظام وحلفائه وبين القوى الدولية والإقليمية مال لصالح النظام فالإرادة الأمريكية استعملت الورقة السورية برفضها بالورقة الأوكرانية وروسية وبتلك الإيرانية والتفاوض الغربي مع طهران حول مشروعها النووي وأكد الكاتب على ضرورة المراجعة وبناء استراتيجية جديدة تعاول على الداخل السوري وتراهن على التنظيم والاقتدار الداخلي وهو ما يستدعي التخلص من الرهان على قوى خارجية وإن كنت على اعتقاد أن لهذه الثورة حلفاء مخلصين من العرب أما احتمالات التقسيم السياسي أو الإداري لسوريا كما حددتها اتفاقيات ساكسبيكو فينبغي أن لا تمنع مثل هذه التدابير في صفوف الثورة وأولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجل كنس الطاغية فمن المهم والأفضل أن تكون لهم مشاريعهم ومخططاتهم ليواجهوا بها المرحلة المقبلة ختام حلقة اليوم مع موقع شام ومقال أسامة الملوحي بعنوان فقط إزاحة بشار هو هدف الثوار أشار فيه الكاتب إلى أنه وضع أساس المفاوضات بين النظام والمعارضة في بيانا دون توجيه دعوة واحدة لأي سوري على الإطلاق وكان النظام حاضرا عبر إيران وروسيا ألتان تديران الشأن الداخلي والخارجي للنظام بشكل شبه كامل ففي هوية الدولة استجابوا لما حدده اللاعبون الكبار وعندما وصلوا إلى مؤسسات الدولة اتفقوا على الحفاظ عليها وكأن سوريا امتلكت دولة في يوم واحد قبل الثورة وعندما وصلوا للجيش وأجهزة المخابرات جمعوا ليتوافقوا بين عبارتين إحدهما تنسف الأخرى فقالوا إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية وضاعت كلمة الإعادة بين الهيكلة والتشكيل واستمروا في ذلك يسيرون باتجاه نهايته رفض قطعي كامل من الثوار والمقاتلين على الأرض السورية لما وافقوا عليه إلى أن كابحا أوقف تدهورهم نحو الهاوية السحيقة فاتفقوا بشأن بشار الأسد أن يغادر وأركان حكمه ورموزه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية ورغم أن الجعفري ختم جولة آذار في جينيف بنسف جديد لمادة المعارضة الوحيدة في التفاوض فأكد مجددا على أن مقام بشار الأسد ليس موضعا للتفاوض فقد استلم المعارضون هذه الخاتمة بروح رياضية أولمبية روح الهواء وهذا غريب حقا وعلى هذا المشهد الختامي لجولة المفاوضات في آذار في جينيف ليس أمام وفد المعارضة ليخرج سالما من بين الذئاب إلا ثلاثة أمور أولا أن يبلغ وفد المعارضة الفصائل المقاتلة بخطة النظام ومنعه وكل الكبار معه وأن لا بد من تعديل الخرائط ميدانيا على الأرض لصالح الثوار وفي كل الجبهات ومهما كلف الأمر ثانيا أن يعود الوفد إلى جينيف في نيسان يفاوض الروس أن لا يلقب لن وفد النظام إلا كناظر مكره عبر زجاج عاتم إلى مورائه ثالثا أن تشكل الهيئة العامة للمفاوضات لجنة تفاوض الحاضنة الموالية للنظام حتى لو كانت غير حاضرة وفي النهاية هي إرادة تسترع وتضحية تنتظر الوفاء وجهود تذل ولكل مجتهد نصيب وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة